دشنا وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي توزيع 12793 سلة غذائية للمتضررين من السيول الجارفة التي تدفقت إلى المناطق المحررة جنوب المحافظة بدعم من برنامج الغذاء العالمي وتنفيذ المؤسسة الطبية الميدانية وخلال التدشين الذي حضره مدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة جمال المشرعي أكد رئيس المؤسسة الدكتور مهيب عباد أنه سيتم توزيع 9968 سلة غذائية في مديريتين الخوخة والتحيطة و2825 سلة في مديرية حيس وستوزع على مرحلتين وثمن الوكيل القديمي جهود المؤسسة وبرنامج الغذاء العالمي مشددا على أهمية إيجاد مشاريع مستدامة تعمل على تحقيق الاستجابة وتحسين الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والنازحين في المحافظة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر